اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة اليوم المجيد هو يوم العرفان والشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة على مبادرته التاريخية والتي لاقت إجماعاً وطنياً كبيراً جسدت الإدارة الشعبية نحو العمل والمستقبل الزاهر والمشرق للمملكة واستذكر سموه بعظيم الفخر والاعتزاز المشاعر التي أبداها شعب البحرين لدى مشاركته الفاعلة والإيجابية في التصويت على الميثاق وما أسسه ذلك الموقف من منطلق جديد نحو البناء والتقدم عبر التعاون والتكاتف بين أبناء البحرين مستلهمين من القيادة الرشيدة كل المعاني السامية للبذل والعطاء في سبيل الوطن معتبراً أن ميثاق العمل الوطني محطة مفصلية في تاريخ البحرين ما زالت حاضرة في العملية الوطنية مثمناً في الوقت نفسه القيامة التي رسخها الميثاق والتي استلهمت من الثوابت الإسلامية والوطنية للمملكة وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد أن التصويت على ميثاق العمل الوطني يعد منعطفاً حاسماً لمسيرة البحرين في السير قدماً نحو المزيد من التطور والنماء والإصلاح وما تحقق للمملكة من إنجازات ومكتسبات جاء بفضل الجهود الخيرة التي يبذلها جلالة الملك المفدة للنهوض بمستويات المملكة والارتقاء بالوطن وتدعيم مكانة البحرين مؤكداً سموه أن ما تحقق في غضون السنوات الماضية هو ناجح بكل ما تعنيه الكلمة من معانن ويحق للجميع أن يفخر فالمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية العريقة والحريات التي كرسها جلالة الملك المفدة تستحق أن تكون أنموذجاً لكل الطالبين ببناء دولة المؤسسات والقانون وأشار سموه إلى أن إقرار ميثاق العمل الوطني كان له انعكاسات إيجابية على مسيرة كافة القطاعات في المملكة من خلال الإنجازات المتميزة التي حققتها البحرين في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية وأشار سموه إلى أن للميثاق دور هام في الارتقاء بالشباب البحريني عبر تقديم العديد من البرامج التي تجسد رؤية جلالة الملك المفدة في بناء التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية كنموذج إنسانيا للتعايش والتسامح والحوار ويرسخ الولاء الوطني لدى الأجيال الجديدة بالإضافة إلى أهمية تعزيز ثقافة الحوار عند الشباب من أجل الإسهام في بناء الديمقراطية